وين اللي فاتوا حددتين ناس عايزة تدبس جمهور الآلي في اي انتقاد بيحصل للكابتن محمد صلاح ما بيهمدوش اوالله فتطلع برامج تقول لك جماهير الآلي بتهاجم محمد صلاح لانه زمالكاوي هو انتوا صدقتوا انه زمالكاوي ده الراجل لما تحطط يفطأ اعلن لا انا بليش دعوة والمحامي بتاعه او وكيله طلب فعلا رفع اللي يفطل على جنينا والراجل لما تكلم قبل كده قال انه اسمع اللاوي بس هو اسمع اللاوي او زمالكاوي او اهلاوي مش ده الموضوع خالص اي حد زعلان من محمد صلاح كان بيتعشم انه يكون له تأثير اكتر في المباراة الاخيرة الناس اللي انتقادته انتقادته هي بالطبطب عليه الجمهور اللي غطبان غطبان مهما كان لونه بس فكرة ان انت عايز تشيطن جمهور الاهلي وتلبس له حاجة هو ما عملهاش او لما بينتقد جمهور او اي مشجع اهلاوي بينتقد محمد صلاح زي ما بينتقد رامي ربيعة زي ما بينتقد اي لعب في الفريق هو اهلاوي او زمالكاوي وبيشيد بزيز وبيشيد بامام عشور زي ما بيشيد بالشناوي احنا في حالة واحدة وفي خندق واحد فليه شيطانة جمهور الاهلي في اي مناسبة وفي اي حد وتلبس له حاجة زي محمد صلاح عشان تختفه في حتة تانية ده كلام الحقيقة ما كانش مقبول ابدا زي فكرة انه مدوره في دفاتر قديمة وقال لك الاجهاد اللي الاندية بتعاني منه سببه قال اي يا سيد انه مرجعوا يلعبوا الدوري عشان خدمة الاهلي الناس بتكلم بأسر راجعي بتكذب بأسر راجعي بيتكلموا في كلام حصل بقالوا قد كده انت بتتكلم ده الموسم الثالث ومع هذا اعتقد الكل فاكر انه فكرة عودة الدوري في موسم الكورونا كان رغبة الدولة اكد عليها مستشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء وقتها واكد عليها الدكتور اشرف صبحي والفيديوهات موجودة بس مش ده وقته لا لا ازا كنت عاش بقى ترجع بأسر راجعي اه اه